إيه السلام بقى اللي هيجينا؟ يبقى أول سلام هيجينا من الله ونبتدي علاقتنا فيه من الله سلام المحبة الربانية وسلام المحبة الربانية بيأتي من الله أولا جبت الكلام ده منين؟ أنا شايف أن أنت تحب ربنا وبعدين ربنا يحبك لا ربنا ما ربطاش هذا المعنى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فبدأ بحب الله ثم حب الناس هيقول لي طبعا نعمل إيه في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يكشف لكم عن حبه يبقى رمضان شهر العبادة بس أحدى عارفين ومتعودين إن الناس بتهتم بالعبادة أكتر في رمضان وبيكون عندهم حالة من حالات السمو والروحي ورغبة في الإقبال على العبادة والرغبة في التقرب من الله وده في حد ذاته شيء كويس وعشان كده الناس بتكثر من العبادة ولك لابد لهذا الإكثار أن يصنع تغييرا بداخل الإنسان لازم يصنع سلام عشان يحصل السلام ده لازم تبتدي البداية الصحيحة وأكتر شيء ممكن يخليك تبتدي البداية الصحيحة هو إن أنت تستثمر في قلبك كيف تستثمر في قلبك؟ تستثمر في قلبك بأن تعلم أنك تتعامل مع من يحبك وليس مع من يتربص بك أو يكرهك وهذه المحبة تفضل من الله تفضل من الله طب ليه يحبني كده؟ فاكرين لما كانت الكائنات لما الإنسان بيعصي الله سبحانه وتعالى البحارة عايزة تغرق ابن آدم والأرض عايزة تبتلع ابن آدم والجبالة عايزة تتهدى على ابن آدم الله سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ لو خلقتموهم لا رحمتموهم وعشان كده من أعظم التعبيرات النبوية اللي بتوضح إن الإنسان ممكن يصل إلى السلام ويرتاح ويهدأ لأن السلام معاه راحة البال والسلام معاه راحة القلب والسلام معاه انشراح الصدر والسلام معاه أن أنت تنزل الأحمال اللي عندك من أكثر الحاجات اللي ممكن توصل بيها إلى السلام في علاقتك بربك هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه وسطره فيستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ إيه كل الحب ده؟ الله سبحانه وتعالى حبه حبه لينا لا يجبره عليه أحد ولكنه حب لأنه الأحد هو يحبنا ولذلك يعطينا بلا ثمن طب أنا بقول كده ليه عشان محدش فينا يقف ويقول أنا لن أستطيع أن أفعل ما يحبون الله من أجلي ولذلك الله سبحانه وتعالى من حبه لنا يحبب لنا ما يرضاه ولذلك لا تشتغل بالحسابات ولكن تشغل بالمحبة فهل جزاء المحبة إلا المحبة؟ لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن يكون الله ولذلك كان علامة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والصيام أحد الأمور اللي بيظهر فيها سلام المحبة الربانية لأنه سبحانه وتعالى قال فيما روى حضرة النبي عنه فإنه لي فإنه لي شوف الخصوصية وهنا نعرف أن في نوع من المحبة بجانب محبة الرضا اللي فيها رضي الله عنه ومرضه عنه فيه كمان المحبة محبة الخلقة اللي ربنا خلق بها الإنسان طب إحنا المحبة دي ممكن تعالج فينا إيه؟ تعالج فينا حاجة سيئة جدا تعالج فينا التعلقات والتعلق بالحبال الديبة اللي هي حبال كل ما سوى الله وهو الالتفات إلى الآخرين اللي التفات إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى كل ما تلتفت إلى الآخرين وتتعلق بما سوى الله إيه اللي حاصل؟ يذهب من قلبك زوق السلام سلام المحبة الربانية فالمؤمن يشعر بالسلام لما يشعر بأنه يعيش مع حبيبي في كنف حبيبه سبحانه وتعالى ويمكن علشان المعنى ده حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي كل شيء ولا لي أهمية أهم حاجة أنت لا تغضب علي